عندنا طبعا مدير الكرة بالنادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيز والكابتن سيد عبد الحفيز تقدر تقول تاريخ كبير جدا في النادي الاهلي ولسه امامه فرصة انه هو يزيد ان شاء الله من تاريخ حصده للبطولات سواء لما كان لاعب وحصد 14 بطولة ثم كمدير للكرة مزيد من البطولات والانجازات وخلاص بقاله هوية مختلفة تماما مدير الكرة بالنادي الاهلي دايما وابدا بيكون بعد كل فوز بالدوري له يعني تصريح بيعلق مع جماهير النادي الاهلي فاكرين طبعا الدوري ال41 وده اجمل والز دوري في تاريخ النادي الاهلي من وجهة نظر كابتن سيد بالتأكيد هنروح لكلام الكابتن سيد بعد مباراة الاهلي والزمالك التي انتهت بربعية للنادي الاهلي مليون مبروكة كابتن ايمان مليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيز اللي بيشهد على موسم من اهم المواسم التاريخية في تاريخ النادي الاهلي كابتن سيد مبروك على حاجات كتير مبروك على السقة مبروك على الجمهور العظيم مبروك على النهاية الحلوة لدرع الدوري مبروك عودة دوري الجزيرة أقول الحمد لله كان مهم قوي قوي أن نبرز البطلات اللي احنا خدناها ونقدم عرض النهاردة يليق باسم ومكانة النادي الأهلي يليق ببطل أفريقيا يليق ببطل الدوري يليق ببطل الكاسي يليق ببطل السوبر في الداية ويليق ببطل السوبر في شهر مايو اللي فات يعني الحمد لله رب عامين تقدر تفرح النهاردة بقلبك بجد لأنه كان مهم قوي أنه أنت مع المنافس التقليدي بتاعك أنه أنت تختم بشكل كويس النهاردة جمهور الأهلي هيفرح أكتر وأكتر هيفرح بفرقته هيفرح بلعبته هيفرح بنجوم هيفرح بقدارته هيفرح بجهازه هيفرح بكل حاجة حلوة عملت السنة شفتك قبل الماتش على الرغم أنه أنت البطولة الخامسة وحاسم الدوري لكن شايفت شوية قلق طبيعي أن الكابتن سيد عبد حفيز شفتك التسخين وإفته بره شوية القلق ده سبب وياك كابتن سيد أقولي اللي بيشتغل الشغلانة بتاعتنا دي يعني يتساوى عنه عنده الزم والمدح يعني يعني زي ما الناس بتمدحك في كتير من الأوقات وهيجي وقت وتنتخدك كان مهم جدا أنه نختم الموسم مش عايز أقول لسه فضل أربع مطشاط لكن في نفس الوقت كان مهم هو أنه أنت تقول للجمهور اللي بيجاي السامت أنه ده بطل أفريقيا وأنه ده بطل الدوري المكسب كبير أو على نهاية زمالك أربع واحد عايز أقول لحاجة مهمة جدا يعني الحمد لله طبعا على كل حاجة لكن لكن يعني في حاجات ممكن أن أنت تفرح بيها بطولة بتكسب منافس تقليدي بتاعك يعني يعني كلام مهم جدا في فكرة إزاي تفنش الموسم صح لأن بالتأكيد ودي نقطة إجابية أيضا بالنسبة في النادي الآلي لما يحاول طموحات المنافسين لك أنه هو يفسد عليك فرحتك يعني ده بطولة السنة دي أن أنا عايز أفسد عليك فرحتك لكن الحقيقة النادي الآلي لم يترك شماعة للمنافسين إلا وقسرها لم يترك شماعة إلا وخطمها أن أنت أمام النادي الآلي في هذا الموسم لا تمتلك سوى الصمت الصمت في حرم الجمال جمال الموسم اللي بيقدمه النادي الآلي وعشان كده كان مهم جدا جدا في مباراة القمة تحط حبة الكريز على الموسم حبة الكريز بمعنى حبة الكريز على الموسم بتاعك وبالفعل أنهية المباراة بفوز مريح تماما مباراة منتهية تماما من شوط الأول وزي ما قلنا كنت رحيم جدا بفكرة المنافس واكتفيت بأربع أهداف في شبك المنافس ده حقيقي وكان مهم جدا اللي حقوق النادي الآلي ولكن أحد أبطال مشهد النادي الآلي وموسم النادي الآلي وأنا بشوفه أنه هو الصفقة الأهم للنادي الآلي مش بس الموسم الحالي ولكن في رأيي منذ رحيل مستر منويل جزيعة النادي الآلي هو العظيم الاستثنائي مستر مارسل كولر تعالوا ونحن نشوف بيقول إيه عن الفوز شكرا لكم شكرا لكم ونحن نشوف بيقول إيه عن الفوز ونحن نشوف بيقول إيه عن الفوز ونحن نشوف بيقول إيه عن الفوز أكيد الفوز ضد المنافس التاريخي وفي ديربي كبير زي ده أن انت تكسب ماتش طبعا ماتش كبير أو حاجة ممتعة جدا الشط الأوليين اللعبنا ماتش عظيم جدا جبنا ثلاث جوان كان فيه صعوبة أن انت في الشط التاني يبقى تركيزك موجود واللعبة تبقى زينيا حضرة بدأوا يريحوا شوية بزي مارك استغل ده زي مارك أضاع فرص كتير لو كان جابها كان ممكن يتعادل ولكن الحمدلل على ما سالشوهنا أدرنا نحن جيد غور في دارة ونحن جعل بيقول إيه عن الفوز الأعطاء ونا تتعادل على المزيد للهون من المزيد ولو يفتكير دافل المرات أول قلقاء لي معان على على أونة طيمس بورد خمس مطلات ما زي يموزين ينهارد ما أخبرت لك أنت تجل الأعطاء في الدولة أخبرت ل أنت فتح في صفحة الأعطاء ما يتضعون رئيسون إنه قد يتعادل ولكن لا يتوقف للهون وليس لن يتعلم أنه يكون الأمر مبسوط جداً ولكن طبعاً مبسوط في الساعة ألاك لسا ما عداش اليوم الجديد مستني بقى جمهور الأهلي هم هبعتوني يقولوني أنا عايزين بطولة جاية هم ما بيستنوش أقول له ألف مبروك ودايما متوفي إن شاء الله عايز تعرف ليه مستر مارسل كولر هو أحد أهم الصفقات في تاريخ النادي الأهلي وهو أفضل صفقة على مستوى مدرب النادي الأهلي بعد مستر مانويل جوزي عشان الفيديو ده عشان كلام مستر مارسل كولر بعقلية استثنائية مش ده الرد الطبيعي مش ده الرد بتاع الناس اللي مفترض ترد رد يعني استهلاكي أو في حذر يعني إيه يعني لما يتقال أنت المسم ده حياته كل حاجة جمهور النادي الأهلي أنت عارفه دايماً متطلع تقوله إيه الطبيعي مع حد بيحاول ما يحطش نفسه تحت الضغوط إنه يرد ويقول إن المسم ده استثنائي هعانى كل شيء ولكن كرة القدم مش طول الوقت فيها ضمنت إن انت تتحقق كل شيء طول الوقت نعم لا مستر مارسل كولر بيقول أنا عارف عقلية جمهور النادي الأهلي وعارف رقبة جمهور النادي الأهلي في تحقي الفوز وعشان كده مستني أشوف من النهاردة هيبعتولي عايزيني حقق إيه تاني ده المدرب اللي موجود في النادي الأهلي ده عقلية المدرب اللي تفهم ليه مع سانت جالن وليه مع جراس هوبر وليه مع بازل فأسوأ فتراتهم كانوا قدرين يحاهم عبطلاء ليه منتخب النمسا وصل معالي العاشر عشان العقلية دي عشان اللي انت سمعته من مستر مارسل كولر عشان رغبته دايما في الأفضل عشان رغبته إن بكرة بتاع الفريق ما يكونش نهايته اللي انت حققته لا ده أنا متطلع حقق أكثر عشان كده فلسفة مارسل كولر في الرد ده فلسفة مهمة جدا الرجل ده جماعة فاهم سيكولوجيت جمهور النادي الأهلي فاهم احتياجات جمهور النادي الأهلي فاهم تطلعات النادي وعشان كده كل ما بناخد لقب بيقول أنا ما باشباعش أنا عايز اللقب اللي جاي ومستني وبطني لسه فاضية ليه؟ لأنه هو راجل جاي عارف إنه هو في نادي يقدر وهو بينهي رحلته معاه يكون حقق أكبر قدر من الألقاب في السيدي بتاعه اللي لا يمكن لا يمكن وانا أعنيها مع أي نادي في العالم مارسل كولر يطلع بنفس عدد الألقاب اللي ممكن يحققها مع النادي الأهلي بالتأكيد يا فارس يا بس مش فكرة أنه فاهم سيكولوجية جماهير النادي الأهلي لا ده هو كمان قادر أنه يتعامل مع هذه السيكولوجية وأعتقد عنده جينات هذه السيكولوجية لأنه بالفعل عاوز أنه يحقق بطلعات عشان كده مارسل كولر بالفعل أهم صفقة تعاقد معها النادي الأهلي وأنا دايما هنا بقول نقطة مهمة جدا النادي الأهلي هو التربة الخصبة للنجاح أي حد ممكن يجي حقق احتمالات نجاح كبيرة جدا ولكن اللي بيتميز في النادي الأهلي هم المتميزون ترجمة نانسي قنقر